أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الانتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية لتقليص الضغط على العملة الأجنبية وفي مدخلة له خلال افتتاح بمجمع الصناعات الكيميوية بأبو رواش قال رئيس سيسي أن البنوكة المصرية ستغطي الاعتمدات المالية لتأمين الإفراج عن البضائع في الموانئ كل ما حننتج مواد بنجيبها من بره كل ما اتضغط على الدولار يقل الفكرة يعني أنا بسمع كلام كتير يقول لك أنتو أرجو أنتو تخفضوا من المشاريع القومية عشان تخففوا اللي هيبقى على اللي إيه على الدولار لا يا جماعة لا وبالمناسبة يعني ان شاء الرحمن الرحيم يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول مبارح يعني بيكلمني على خطته في لأن احنا كنا قلنا من شهرين أن احنا محتاجين المستلزمات اللي موجودة في الموانئ تطلع دكتور مصطفى فكان بيارد علي من يومين الخطة بتاعت خروج هذه المواد وانا مش بعلنها للناس احنا قلنا كلام وبنفزه ان شاء الله فطبعا البنوك المصرية هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3-4 ايام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة